جناح الطفل من الأجناح اللي بتشهد إقبال كبير جداً مش بس من الأطفال كمان من أولياء أمورهم يعني بنبقى حابين إن احنا ندخل كمان ونقرأ للأطفال وفي نفس الوقت فيه أسر زي ما بنتكلم دايماً بيستحبوا أطفالهم معاهم لجناح الطفل فيه أطفال كمان بتروح لوحدها بالمناسبة يعني فيه أطفال كبرت شوية فبدأت عارفوا الطريق وبدأوا يروحوا لوحدهم تدريب المتطوعين على التعامل مع الأطفال بيكون عامل إزاي؟ الأولياء الأمور والأطفال لأنه بيبقى فيها كمان زي بيع الكتب الطفل فيها أنشطة الطفل فيها العوب بتاعت الطفل فعلشان كده موضوع الأطفال ده بالذات هنبقى عندنا إجراءات ليه لأن تبعدوا فيه أطفال بيفقدوا كل يوم يعني كل يوم بيبقى فيه طفل أو 2 أو 3 بس دائماً بنطم الناس يعني مع مدام جوه المات فانتم ما تقلقوش مفيش حاجة إيه كل حاجة مزبوطة يعني بميزان سواء معانا أو مركز مصر للمعادة الدولية فعلشان كده بيبقى فيه إجراءات معانا للأولاد يتعاون مع أجواء الأطفال والتواجد الأطفال والكتكدسات بتاعت الأطفال نبقى فيه إمتى نتدخل وإمتى نعمل إيه وبدو فيه المفقودين لنا إجراءات بنعملها باخدوا المنطقة الفلانية ببلغ في كل الصلاة يندهوا في المايقات بتاعت الصلاة فيه طفل كده مفقود ففيه منظومة برضو للتعامل مع الطفل وسلامة الطفل يعني لأنه دائما شايفين إحنا عندنا جوة معادة الكتاب فيه معادة الكتاب الطفل بنقول كده وليه شخصية بقى ليه شخصية منفايدة لشخصية عندنا شخصية رئيسية طبعا العالم المصريات الكبير سنين حسن وعندنا فيه معادة الكتاب الطفل طبعا الأستاذ الكبير عقوب الشاروني أحد أساطير أدب الطفل في مصر فبرضو حنا بنكرم أهم أدباء الطفل في بينامج بتاع المعادة الطفل فمعادة الطفل وجزء أصيل من معادة قهارات دولة الكتاب ودائما بنهتم بيه لدارة النوم بيبقى معاه صالة مخصصة فقط للطفل